اشتركوا في القناة اشهر لعبة في العالم لعبة كرة القدم تبدلت الى لعبة موت ورشاوة حول مسؤول قطر ملعبها الاخضر المبهج الى بركة دماء وسواد تحيطها المؤامرات والخداع والرشاوة ملف خاضت به وسائل الاعلام كثيرا وفضحت معظم خبايا نظام الدوحة في هذا الملف الحساس وهو منف استضافة كأس العالم المشبوه في قطر ما لم يكشف عنه بالتفصيل سابقا هو كيف تسلمت قطر مقاليد مونديال 2022 من دفع الرشا من استلمها وما هو الدليل على كل ذلك أسئلة كثيرة وأخرى محرجة أجاب عنها تقرير فرنسي حمل عنوان هدايا قطر لنيكولا ساركوزي وكلود جيان وميشيل بلاتيني فجر التقرير فضائح جديدة حول تورط كبار المسؤولين القطريين بدفع مبالغ طائلة لأشخاص تم الكشف عن أسمائهم وأدوارهم الخفية في تحويل استضافة المونديال من الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطر في جلسة حول مأدوبة غداء أقيمت في قصر الإليزيه قبل نحو 12 عاما ودار الحديث خلالها حول صفقة سرية أبرمها كبار المسؤولين في قطر للاستحواد على نادي باريس سان جرمان وشراء ذمم المتنفذين بقرار استضافة مونديال 2022 مأدوبة الغداء التي أقيمت في نوفمبر عام 2010 حضرها نحو 15 شخصا وتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات والتي تذيلت بتوقيع المسؤول عن شركة قطر للاستثمارات الرياضية وقد كشف التقرير عن أن تعليمات صادرة من كبار المسؤولين في قطر نصت على تقديم رشوة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزيه قدرها 15 مليون يورو كمكافأة على دعمه لدولة قطر في استضافة مونديال 2022 والاستحواذ على باريس سان جرمان ليس هذا فحسب بل طالت الرشاوة حسابات شخصيات متنفذة في فرنسا بلغت أكثر من مليوني يورو لكل من كلود جيان الأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية سابقا وميشيل بلاتيني أموال طائلة قدمتها قطر في مأدبة غداء وصلت إلى 19 مليون يورو دفعت من صندوق قطر للاستثمارات الرياضية لتستنم قطر المونديال على طبق من الرشا والفساد وتبديد أموال الشعب القطري ترجمة نانسي قنقر